بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء 11 من الفصل الثاني لمكره هندسة البرمجيات في الجزء ده جماعة نتكلم عن موضوع اسمه coping with change يعني ايه يا جماعة يعني ايه التعامل مع ايه التغيرات coping with change أو التعامل مع التغيرات معنا بيقولك ان توقع وانت بتنفذ وبتصمم البروجيكت بتاعك او software اللي انت بتقوم به توقع ان هيكون فيه تغيرات معايا؟ معايا جماعة اه يبقى اذا ايه change is expected in order a large software project متوقع ان يحصل تغيرات وخاصة كمال في ايه في software الضخمة ما احنا قلنا جزء منها المرة اللي فاتلي قلنا خلي بالك في business changes يعني تغيرات تجارية معايا بتقدي برضو الى تغيرات فين؟ هاه في متطلبات النظام وايه كمان وفي new technologies يعني في تكنولوجيا جديدة بتظهر التكنولوجيا الجديدة بيتبحة تغير في النظام عندك عشان ينفع ان ننفذها على تكنولوجيا الجديدة ده معايا جماعة؟ اه ها طب ايه كمان؟ هاه نحن قلنا ايه new technologies جديدة بتظهر فا اذا بحتاج برضو غير من ايه من الصفتوير اللي انا بقو ايه اللي انا بصنعها للداتابيز البرامج والمكونات اللي انت بتستخدمها مثل على سبيل المثال الداتابيز ممكن تكون بلد فورم ممكن تستخدم أيettاتا بيز تاني ممكن على سبيل المثال ممكن على سبيل المثال انت بتستخدم الآراكل البلد فورم بتتغير أيها ايه لغة البرمجة يسمون التغيرات في البلد فورمز دايماً بيصحبها تغيرات في مين يا جماعة في الصفتوير اللي انت بتصممه فإذاً عايز يقولك ايه من هنا؟ عايز يقولك ان التغيرات ممكنة توقع ان يبقى فيه تغيرات مش كده وفي الحالة ديت فيه ثلاث حالات في التغيرات ان يحصل بيزنس تشينج فتؤدي الى التغير نيو التكنولوجي او تشينجنج للبلدفورم او ايها الامكانيات اللي انت بتستخدمها بتتغير والادوات والتوز اللي انت بتستخدمها بتتغير فده يؤدق لها حالوست ايه تغير اذاً توقع هذا التغير بيقولك خلي بالك بقى احنا يهمنا ايه في موضوع التغير ده في الصفتوير يهمنا الكوست التكلفة انت لما تغير صفتوير او تحسن منه او تعدل فيه تمام ده هيكلفك هيكلفك ايه هقولك يكلفك ايه يكلفك اعادة تحليل المتطلبات انت كان عندك متطلبات بتعد تحليلها من جديد عشان تشوفها تغير ازاي في البرنامج وايه كمان وتكلفة لتنفيذ الفونكشن الجديدة مش كده ولا ايه اه يبقى ده تكلفة ودي تكلفة كمان اذا بنقول مع بعض كده ان تحليل تحليل تاني للمتطلباتك وكمان تحليل تاني للمتطلباتك وكمان للمتطلباتك ازاي تقلل بقى الايه الكوست احنا قلت لك احنا يهمنا في الموضوع دوت في التغيرات الكوست مش كده جماعة اه بقولك عشان تقلل الكوست حاول بقدر امكان تشينج افويدنس يعني ايه حاول تتجنب الايه التغيرات حاول شغلك يكون متجنب بالتغيرات هتقولي طب هتجنبها ازاي ديت مش كده اه مش انت قلت لنا ان في كذا اسباب او كذا سبب يؤدي الى ايه الى حدوث تغيرات اه طيب اتجنبها ازاي بقولك في بعض الشركات بتعمل ايه بتعمل حاجة اسمها البروتوطايب بروطايب يعني نموذج للسيستم يعرضه الاول على مين ها على العميل او الكاستومر بحيث ان العمل يدي رؤية ها مبدئية من الرؤية دي ممكن يبدأ التصميم بقى تصميم مواقع وريال بحيث ان العميل بعد كده مطلوش ايه تغيرات معنا فاذا ده بيسموها ايه change avoidance يعني حاول تتجنب انك انت تعمل تغيرات معا يا جماعة جميل طيب في حاجة تاني بقى يقولك ايه طب انا ممكن اعمل حاجة كمان ايه ها اسمها ايه change tolerance تورولانس يعني ايه يعني ممكن اعمل حسابي وانا بعمل design اعمل حسابي اني ممكن يحصل تعديل ايوه يعني ايه بقى يعني وانا اسناء ال design بعمل ايه بعمل سماحية لنفسي تورولانس معناها سماحية سماحية في التغيير بحيث لما يجي يطلب مني بعد كده انا ايه اعمل تغيير في البرنامج اعمله ولكن بقى ايه بقى مش بدل ما كنت اصمم من جديد وهدي من جديد لا ده انا كمان وانا كمان بعمل design عمل لنفسي سماحية او ساب لنفسي ايه ها اماكن اقدر ايه اقدر اغيرها في الشاشة اقدر اغيرها في التصميم معا يا جماعة كل دي ممكن يجنبك ايه يجنبك الكوست التكلفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة